السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برضو سلسلة معلومة على الماشي معانكم لسه مستمرة ان شاء الله انا طبعا زي ما قلت لكم الفريزر على قدي فدايما بخاسم من كل حاجة كيس فجبت البنجر ده لان ساعات بحب اخلل اي حاجة في وقت ما يكونش في البنجر فانا بشيله زي ما هو كده يا دوب يا حبيبي بنضف مثلا العرش بتاعه ده من تحت وبشيل الراس واللي هو الشعيرات الصغيرة دي برضو بنضفها وبغلفه في كيس وبشيله في الفريزر هنضفه ان شاء الله وارجع لكم تاني اورهو لكم بعد ما نضفت البنجر او الشاماندر زي ما بيسموه اخواتنا في الدول العربية بقضع الحتة اللي تحت والحتة اللي فوق تمام وبمسحه من بره مش بخسله ولا بابله مية تمام وبشيله في الكيسة كده انا استعمالي ده بالنسبة للمخللات لو عايزا في حاجة اديها لون هم دولة اللي بشيلهم بس في الفريزر تمام لكن ممكن تسلقوه وتقطعوه طرنشات شيلوه في الفريزر لاي وقت سلطات اي حاجة وممكن له كذا طريقة ولو كمان كعصير ان شاء الله هعملو معاكو لاي حد عنده اناميا ده مفيد جدا 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 وفعلا بيرفع الانميا يعني مهما تاخدي ده هو ده احسن حاجة الانميا واقولكو بقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اه هحطوه في كيس وارهولكو برضو قبل مقفل وبعد كده اسلم عليكم تاني قلت اوارهولكو بوا في الكيس اه تمام حطيتو فكرته زي الطماطم اللي هي الوحدات اللي بنشالها في كيسة اه وخلاص كده انا شلتو اه واقولكو بقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة